انت ولادك كانوا في مدرسة خاصة ونقلتهم مدارس حكومية ايه السبب؟ السكن انا كنت في مدرسة خاصة الاول في شبرى مصر يعني وكده فطبعا انقلت اكتوبر قريب فطبعا مفيش مدارس خاصة عربي خالص نهائي لان هم خاصة عربي وابني اصلا تجريبي في مدرسة يعني حكومية تجريبي لكن هم كانوا في خاصة عشان الفرق السن وكده فدخلتهم عشان بناتوا وكده رحتم ندخلهم مدرسة خاصة فجيت طبعا هنا عشان خاطر استكن ما لقيتش مكان مدرسة عربي خالص لقيت مدرسة في مكان يعني حكومية المدرسة دي عربي حكومية ودخلت دخلتهم فيها ولسه اول سنة السنة دي لقيت كمية مشاكل لا حسر لها في المدرسة هم في سنة كام حضرين؟ واحدة في ثلثة واحدة في خمسة كبيرة طبعا يا بنتي كل يوم يا ماما خدتي النهاردة تيجي اماما احنا كنا طول اليوم في الملعب ما فيش حد دخلنا ثلاث أسابيع فات منهم أسبوع أجازة تمام كل يوم خدتي النهاردة يا ماما خدتي شلا كذا وفي مدرسين دخلونا احتياتي وتولي اليوم كمبيوتر طولي اليوم ألعاب طولي اليوم عندنا احتياتي طبعا انتوا بتاخدوا ايه لما بتروحوا كل يوم طبعا نقعدكم في البيت عحسر وانديكم دروس بقى في البيت جيت طبعا على المدرس استلموا الكتب في بعض الكتب استلموها وبعض الكتب لا تمام لجأنا طبعا للمديرة طبعا محددة يوم لنا ان احنا بنقابلها فيه اللي هو اجتماع اوليه لهم تمام رحنا فكلمنا معاها دخلت عليها وبكلم معاها فبتقول لي انت لو انت بتخلي معايا قلت لي لا انا ما عليتش صوت على حضرتك انا بكلمك دلوقتي فين المدرسين قاتلت يوم كذا تعالي انا بما موجودة بالساعة كذا جيت لها اليوم دوت كلمنا معاها وكان فيه اولياء امور كتير موجودين نفس المشكلة بتاعتي انا عدم وجود مدرسين مادة اساسية في المدرسة مدرس العربي مدرس الانجلش سبع مواد سبع مواد مش موجودين مدرسين في المدرسة طب امال احنا دلوقتي السنة خلاص العيل احنا مش عارفين هو رايح فين هيمتحن ايه وفي ايه وفين الكتب اولا فين المدرسين ثانيا طب بعد ايزك سبع مدرسين مش موجودين اه سبع عجز سبع مدرسين طب هما اللي يبقى المدرسة فيها ايه ما هنا بتكلم في كده فين المدرسين اللي فيها سلبنا حضرتك كلمناها وعدنا كلنا اجتمعنا مع الاولياء الامور طب حضرتك اكيد وزير التعليم ما خبيهم في حتة يا جماعة طب فيه مدرسين ان هما يجوا بالاجر هاتوا ناس لما فيه عجز مدرسين بالاجر قارت لا الاجر ممنوع طب حضرتك لا اللي عايز يجي يجي تطوع تطوع مين اللي هيجي لحضرتك تطوع انا اجي من بيتي طول اليوم عشان اشتغلك تطوع وفيه طلبة كتير خارجين كليات تربية واعدين واعدين ما بيشتغلوش طب ليه ما يعينهمش وزير التربية احنا اخترنا ويبعتنا جوابات ومحدش رد علينا طب احنا نعمل ايه كاولياء امور هنروح فين روحوا حضرتك اشتكي في الحتة الفلانية طب نروح نشتكي ماشي انا بنشتكي احنا على اي اساس هنشتكي مفروض ناخد ورق من حضرتك رسمي بيقول اني فيه فيه عجز عندك في المدرسين تقولك لا انا ما عنديش عجز في المدرسين اما لا حضرتك عندك عجز عندك عجز اللي هو ماشي على السياسة كله تمام يا فن كله زي الكل فن بالزبط ماشي لما طب ليه حضرتك بتقولي دلوقتي فيه مدرسين طب هما فين المدرسين وعيالنا بيجذبهم يعني عيالنا يعني مش هيجذب يعني عيال بيجي التخطي النارد لا باخدتش حاجة لو خد حاجة هرجع معي هذكر معي جيت طبعا قلت مش هعتمد على المدرسة في اول الاسابيع دي اتخلت لجأت المدرسين تانيين عشان خاطر ندي دروس وكده ما لا هعمل ايه ما عندهش حال